قصر رأس التين من أقدم القصور الموجودة في مصر ويطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في سنة 1834 بدأ محمد علي في بناء قصر رأس التين ليضمه إلى قصوره بالإضافة إلى القصور الأخرى التي كان يملكها في الإسكندرية مثل قصر المحمودية وقصر إبراهيم باشا وقد استعان في بنائه وإصلاحه فيما بعد بمهندسين أجانب منهم المهندس الفرنسي سيريزي بيك والذي استقدمه محمد علي سنة 1828 لإنشاء دار الصناعة والإشراف عليها وقد عهد إليه بتصميم جناح الحرم في هذا القصر كما شارك في بنائه مهندسان آخران هما روميو والميسيو ليفرويج وقد تم بناء هذا القصر سنة 1845 وقد استغرق بنائه إحدى عشرة سنة ولكن الأعمال التكميلية وإنشاء أجناحة إضافية أخرت افتتاحه إلى عام 1847 وقصر رأس التين أحد المعالم التاريخية والأثارية بالإسكندرية وتعود الأهمية التاريخية لهذا القصر إلى أنه القصر الوحيد الذي شهد وعاصر قيام أسرة محمد علي باشا في مصر ويعد أكبر قصور الإسكندرية وفيه أدخل تليفون عام 1979 أواخر فترة حكم الخديوي إسماعيل وهو نفس القصر الذي شهد نهاية الأسرة العلوية في مصر حيث شهد خلع الملك فاروق الأول ورحل منه لمن فاه بإيطاليا على ظهر اليخت الملكي المحروسة من ميناء رأس التين وبقي القصر بعدها من القصور الرسمية الرئاسية